موسيقى مع تقلبات فصول الشتاء والصيف تظهر العديد من الأمراض المرتبطة بهذه الفصول فيما عرف بالأمراض الموسمية وعلى الرغم من كونه لا مناص من الإصابة بهذه كثير من الأحيان إلا أن الوقاية من خلال بعض الإجراءات قد تفي بغرض حمايتنا منها والحد من العدوى لكن الأهم ما هي هي الأمراض وكيف يمكن الوقاية منها وعلاجها حديثنا سيكون مفصل بهذه الفقرة لكن بعد هذا التقرير فنشاهد موسيقى ها قد جاء شتاء سريعاً وحمل معه الكثير من الأمراض في بعض المناطق محملاً بالنسمات الباردة ورائحته التي ينتظرها البعض إلى أن للأطفال تقوصهم الخاصة بكل فصول السنة فكثيراً ما يتعرضون لأمراض عند تغير الجو والانتقال من فصل من فصول السنة لآخر دون أي مقدمات أو أسباب موضوعية للإصابة بهذا المرض أو ذاك وكثيراً ما نستمع لتشخيص الأطباء بأن هذا النوع من المرض أو ذاك ينتمي للأمراض الموسمية التي لا تأتي إلا في فصل معين ولا تأتي في غيره من الفصول لكن بطبيعة الحال الكثير من الناس لا يعرف تحديداً ما هي الأمراض الموسمية وأسبابها والطرق تجنبها والوقاية منها الأطباء المتخصصون عرفوا الأمراض الموسمية بأنها تلك التي تصيب أفراد العائلة بمختلف أعمارهم في بدايات فصول السنة المختلفة وتستمر إما لفترات طويلة قد تصل للفصل كله كالزكام وأمراض التنفس وقد تأتي بعضها أياماً وتنتهي وقد يكون بعضها معد ينتقل من شخص لآخر كالجدر والجرب الأمراض الموسمية تنتشر بحسب الأطباء بفضل عوامل مهيئة وأجواء مصاحبة وأيام نشاط للعدوى يتحول الجسم فيها لميدان خصب لتلقي المرض ونشره في الوسط المحيط به أخطاء كثيرة يقع فيها الأهل في حال إصابة أبنائهم بأحد الأمراض الموسمية كعدم تدفئة الطفل جيداً قبل خروجه من المنزل وعدم مناسبة ملابسه للأجواء الحالية عدا عن عدم الانتباه للأطعمة والمشروبات التي يتناولها الطفل خلال هذه الفترة وليس بعيداً عن الاهتمام الجسدي فثمت أمور أخرى لا تنتبه إليها العائلات فتصيب أبنائهم بالأمراض المختلفة كعدم تهوية المنزل بين الحين والآخر في هذه الأجواء وعدم السماح للشمس بالدخول إلى المنزل بشكل يومي في نهاية الأمر ينصح الأطباء والمتخصصون العائلات بمراجعة الطبيب بشكل فوري عند حدوث أي حالة مرضية سواء لهم أو لأبنائهم وعدم الاستهانة بها وعدم التوجه للصيدلية للحصول على الدواء بدون وصف طبيب مختص كون هذا التصرف قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات للمرض ولكل إنسان حالته الصحية المختلفة وقد يكون هناك أشخاص لديهم تحسس من نوع معين من الدواء لذلك الاعتماد الذاتي على الحصول على الدواء هو أمر مرفوض في الطب والوقاية خير من العلاج إذن حديثنا عن الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها وعلاجنا مع ضيفتنا في الأستوديو الدكتورة ميسون ثابت أخصائية علم الأدوية وصحة الأسرة وأهلا وسهلا فيك يا ميسون أهلا فيك يعطيك العافية للك مرة تانية كلامة وخير اليوم العالمي للصيادة حبيب تتسلامك يعني لا استغناء عنكم أكيد صيادة فاليوم موضوعنا كمان بما أن المواسم تتغير وهلأ الشيء تبلش يجي فخبريني هيك بداية دكتورة ميسون عن أبرز الأمراض الموسمية يعني ممكن تتخبرين عنها الأمراض الموسمية اللي هي السيزونال ديزيز هي أمراض لها علاقة بالتغيرات المناخية يعني مع تغير المناخ ودرجات الحرارة هي لها ارتباط مباشر جدا بدرجة الحرارة لدرجة أنه من معظم هاي الأمراض الموسمية لها كومون سايد افكت اللي هو كومون سيمتم اللي هو أعراض شائعة ايوه ارتفاع درجة الحرارة بتجدي شوفي لوين وهي مش بس مقتصرة على التغيرات المناخية وإنما على المواسم زي مثلا موسم الحج موسم عودة الطلبة إلى المدارس لأنه في هاي المواسم بيصير فيه اكتظاظ وين فيه اكتظاظ هي بيئة خصبة لنمو ونشاط البكتيريا والفيروسات بكثة أنواعها الهيويدتي التمبريتشر يعني الرطوبة ورتفاع درجة الحرارة هي بيئة ممتازة جدا لنشاط الفيروسات وبالتالي انتشار هاي الأمراض الموسمية خبرينينا شو أكتر الأمراض اللي بتنتشر بهذه المواسم كل موسم إله مناخل مختلف وإله درجات حرارة متغيرة وهكذا الحال بالنسبة للأمراض يعني فكل موسم إله أمراضه المتنوعة بتتزايد في مواسم معينة وبتقل في مواسم معينة يعني مثلا هناك أمراض الصيف والشتاء مثلا أمراض الصيف ترتبط بارتفاع درجات الحرارة منها الجفاف مثلا أو ضربات الشمس الحارقة خصوصا كمان بتزيد مع العوامل الجغرافية في البلدان اللي أساسا من درجات حرارتها مرتفعة مثلا عندك أمراض صن بيرنز يعني في فصل الصيف الناس بتطلع على شط البحر كتير ومن العادات الصحية الخاطئة أنه ما بيستخدموش الصن بلوك اللي هو الواقع الشمسي صحيح مثلا العطلة الصيفية بتتزامن في فصل الصيف الناس بتطلع الأسرة بتقضي معظم وقتها خارج البيت فبالتالي بتاكل فاست فود ستريت فود بكون عرضة للفيروسات الميكروبات حتى لو الأم بتاخد معها أكلها من البيت بره ممكن عادات صحية خطأ أنه ما بتحفظ الطعام بدرجة حرارة مناسبة فبيفسد الطعام من الأمراض الموسمية المنتشرة بشكل خاص عند الأطفال اللي هي النزلة المعوية النزلة المعوية ممكن تكون فيروسية أو ممكن تكون بكتيرية وكل منهم إلو علاجه الخاص يعني إلو بروتوكول دوائي خاص فيه ولكن هما تنين بشتركوا بشيء واحد اللي هو لازم إنه نعوض الطفل عن السوائل اللي بفقدها لأن النزلة المعوية عند الأطفال أهم أعراضها هو لقاء مصحوب بالإسهال الشديد مع ارتفاع درجة الحرارة نرجع لدرجة الحرارة كمان في عندك فصل الربيع معروف فصل الربيع هو فصل الحساسية على مختلف أنواعها حساسية العين حساسية الأنف حساسية الصدر لأن فصل الربيع يعني كله بسبب يعني نشاط حركة الرياح المصحوبة بالغبار الأتربة غبار الطلح حبوب اللقاح رياح الخمسين المعروفة بالعامية رياح الخمسين فالأشخاص اللي عندهم قردي حساسية للأسف هم عرضة في فصل الربيع لبعض الأمراض الأمراض الموسمية مثلاً عندك أمراض الصدر مثلاً عندك اللي هو التهاب الصدر التهاب الصدر هذا ممكن إذا أهملنا ممكن يتطور لالتهاب مزمن اللي هو بنسميه النيمونيا مثلاً عندك حساسية الجلد الجلد هو أكثر عضو في جسم الإنسان عرضة لتقلبات المناخ والطقس وفصل الربيع بالذات يعني بيزيد مشاكل الجلد مثلاً عندك مرض الجديري المائي هذا مرض بيقثر انتشاره في فصل الشتاء خاصة عند الأطفال لأنه بيكون بداية عودة موسم المدارس مع بداية فصل الشتاء في شهر أيلول فيكون الأطفال موجودين في مكان ضيق بجوار بعضهم البعض في اشتهوية جيدة فبينتشر والمرض هذا الجديري صح أنه من محاسنه يعني أنه بيصيب الطفل مرة واحدة في العمر لكن من خطورته أنه بينتشر بشكل سريع مثلاً من الأمراض برضو الجلدية الموسمية عندك مرض الجرب بيكثر انتشاره في فصل الشتاء لأن بعض الأشخاص ما بيهتموش لصحتهم للنظافة الشخصية قلة الاستحمام بكسبب الحمام أي وقلة الاستحمام بالزبط فهو عبارة أصلاً عن حشرة دقيقة تخضرق الجلد تبني زي حفرة تتكاثر فيها مما يسبب الحكة الشديدة وهو ما من يعني بنتقل عن طريق اللمس عن طريق استعمال الأدوات الشخصية المختلفة عندك مثلاً بما أنه إحنا هلأ دخلين على فصل الشتاء واليوم مطر من أشهر الأمراض الشتاء الموسمية عندك الزكام الانفلوانزا الكومون كولد الفلو القريب التهابات الصدر بس مع الأسف أنه هاي الأمراض هي أمراض فيروسية الزكام هناك أكثر من 200 فيروس مختلف بيسببه لذلك يصعب جداً علاجه يصعب اختيار الدواء المناسب التقصد صحيح أصلاً نعم يعني إحنا لأنه هاي الأمراض أسبابها تغيرات طبيعية فأنا يعني بفضل من وجهة نظري وخبرتي العملية أنه نشتغل على الوقاية الوقاية هي السلاح الأنسب والأمثل لعلاج هاي الأمراض أنا لا تلابد دكتورة ميسون تخبريني عن طرق الوقاية يعني أنه تقلبات الجو هي فعل موجود يعني فأكيد ما رح يتغير فهل بالفعل نحن نستطيع أن نقع أنفسنا من نصاب هذه الأمراض خبرينها كيف أكيد طبعاً لكن طرق الوقاية بتحد من انتشار هذه الأمراض وبتحد من الإصابة منها لكنها لا تمنحها 100% من أن نكون واقعيين نعم لكن أول ما تنصابي بكل شهر تنصابي بسنة مرة يمكن بالضبط أكيد مثلاً عندك أهم عامل أن نشتغل على جهاز المناعة تبعنا أن نقوي جهاز المناعة كيف بدنا نقوي جهاز المناعة؟ عن طريق التغذية السليمة المتنوعة الصحية نعم أن نأخذ عناصر غدائية متنوعة متوازنة عن طريق أنا بفضل الفواكه والخضروات عن طريق الأكل وليس عن طريق المكملات الغدائية نعم لأن المسبب طبيعي يخلي العلاج يكون طبيعي صحيح فواكه خضروات الخضار الخضراء عندك السيدز حبوب الشياء الكتان وذور القرع الأعشاب مهمة جداً عامل مساعد شرب الماء بكثرة كمان بيساعد بيساعد أن يدعم جهاز المناعة ويقوي برضو من طرق الوقاية أنك تبعدي تتجنبي عن الأماكن المزدحمة المكتضة لأنه هي وكر للفيروسات الشخص المريض أبعد عنه أتجنب ملامسته مصافحته أتجنب الرياضة البدنية أني أنا أمارس أكون أشتغل على الرياضة أكيد طبعاً لأنه بحفز الدورة الدموية بحفز إفراز الهرمونات بنشط جسمي بقوي مناعتي اللقاحات جداً مهمة أنك تخدي اللي هو التطعيم المضاد اللقاح المضاد أثبت فعلياً أنه بيقي جداً وبيقلل من فرص الإصابة بالأمراض نعم طيب خلينا نيجي على مسألة العدوى وهي مشكلة أنت تحدثت في كلامك أنه مشكلة كبيرة جداً في الأماكن المزدحمة في الفصول الدراسية في العائلة هلأ في حالة أصيب شخص واحد بالعائلة أو بفصل دراسي كيف ممكن نحد من عملية العدوى؟ هل فعلياً ممكن أصلاً نحد منها؟ لو تخبرينا عن هذه الإجراءات نعم ممكن أنه نحد منها هون بيأتي دور الأسرة في البداية الخطوة الأولى يجب الإسراع بزيارة الطبيب من أجل أنه نباشر بعلاج الشخص المصاب بالمريض لازم نداوم على عملية علاجه حتى يتم شفاءه إلى جانب أني أبدأ في أخذ إجراءات الوقاية أهم شيء وأول شيء أني أعرف شو هي طريقة العدوى عشان أتخذ الإجراء الوقائي الأمثل يعني فيه أمراض بتنتقل عن طريق اللمس فيه أمراض بتنتقل عن طريق الرداث عن طريق السعال تعددت الأسباب يعني هذا أول عامل فيه عامل تاني ومهم جداً للوقاية عزل الشخص المصاب إذا كان مثلاً طفل عندي في البيت وأصيب بالجدري فيجب عزله عندك مثلاً أخذ التطعيمات واللقاحات المضادة كمان عامل جداً مساعد عندك كمان اللي هو التوعية الأسرة العائلة اللي هي مفاهيم الصحة النظافة الشخصية صحيح وهي الأهم طبعاً مثلاً أنه على الشخص عند السعال أو العطس أنه يستعمل المنديل للنظيف يلقي بعد الاستعمال مثلاً يخصص للشخص المريض أدوات شخصية خاصة ممنوع أنه نستخدمها مثلاً غسل اليدين باستمرار غسل اليدين مثلاً عندك في فصل الربيع مثلاً لأن الفيروس أو السبب هو من الهواء فأنا مثلاً حسسية الأنف مثلاً شو بعمل؟ بتجنب مثلاً أطلع في الصباح الباكر لأنها هي الفترة الذروة تبعت نشاط حبوب اللقاح مثلاً عند الخروج من المنزل والعودة بأخذ شوار بغسل كل ملابسه عشان أتخلص لو في المهيجات يعني أبعد عن هاي المهيجات يعني دكتوري ما يسميه كتير من الأحيان ممكن الأشخاص تقول يعني مرض بيروح مع الوقت بيتعالج مع الوقت ممكن يعني تطنش خلينا نقول مثلاً من هو بالعامل العلاج فخبرينا شو هي مضاعفات هذا المراض هل ممكن أنه يتحول لأمراض مزمنة مثلاً هاي الأمراض الموسمية؟ نعم للأسف أنه اختلاف الفصول للأسف الأمراض الموسمية ممكن جداً أنها تتحول لأمراض مزمنة وأحياناً قاتلة ممكن أنها تكون مميتة التهاب الصدر البسيط التهاب صدر بسيط ممكن إذا أهمل لم يتم ذهاب إلى مراجعة الطبيب المختص لم يتم أخذ العلاج المطلوب إهمال المرض ممكن أن يتحول إلى نيمونيا ومن ثم إلى أزمة وهي قاتلة هذه كلام خطير جداً التهاب الرئوي المزمن هو السبب الرابع للوفيات في العالم وحالياً يعني يتم الصحة توعية وسائل الإعلام جهود الأشخاص المعنيين والمؤسسات الدولية إن شاء الله في 2020 رح يتم تقلسه ليسير السبب السادس وهذا الكلام واقع وفعلياً نعم خلينا نيجي مثلاً لبعض الأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة على سبيل المثال السكري ضغط الدم وما إلى ذلك أو غيرها من الأمراض المزمنة هل هذول الأشخاص ممكن يتأثروا أكثر بتقلبات الفصول أو بالأمراض الموسمية أكثر من غيرهم ويكونوا عرضة لبعض الأمراض الموسمية بشكل أكبر؟ نعم طبيعي اختلاف الفصول له تأثير مباشر على الأمراض المزمنة كسكري كضغط الدم وخلافه مثلاً يرتفع ضغط الدم في فصل الشتاء وينخفض في فصل الصيف هاي معلومة شائعة خاطئة يعني معلومة هي الصحيحة هي الصحيحة الاعتقاد العكس أنه في فصل الصيف برتفع الضغط وهذا اعتقاد شائع خاطئ لأن في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة التفسيري العلمي أنه درجات الحرارة المنخفضة بتسبب للأوعية الدموية انقباض للأوعية الدموية فبالتالي بيزيد ضغط الدم عشان يزيد جريان وتضفق الدم للأوعية والشرايين الضيقة كمان عندك مثلا مرضى السكري مع الأسف هم من الفئات الأكثر تأثرا بنخفاض درجات الحرارة في الشتاء فيش بيت عربي في وصل الشتاء ما بتخلاش السفرة تبعته من ملاذة وطب من الحلويات لأن الإنسان الناس بيرجعوا للأطعمة اللي بتمدهم بالدفئ ومريض السكري مع الأسف بيحكي لك أنا بأخذ وبالمقابل بألعب في جرعة مثلا بأزود جرعة الإنسولين لو كان من المرضى الديبيتس مليتس النوع الأول أو بزود جرعة المتفرمين لو كان من النوع الثاني وهذا خاطئ جدا لازم على مريض السكري أو مريض الضغط أنه يلتزم بالدايت اللي هو النظام الغذائي تبعه أنه هي حصص ما يزودش حجم الحصة ولا يزود عدد الحصص الغذائية في اليوم وأنه يلتزم بالجرعة تبعته الغذائية حتى أصلا لو المريض اللي معاه مرض مزمن أصيب بمرض موسمي المرض الموسمي بأثر على المرض المزمن في شيء اسمه اللي هي الدراج انتراكشن التداخلات الدوائية يعني أنا مثلا على سبيل المثال مريض ضغط دم أصيب بالزكام انفلاوانزا وبدو ياخد علاج انفلاوانزا تمام؟ علاجات الانفلاوانزا أغلبها تركيبها من الفينايل الفيدرين ولبسودو إفيدرين هاي الأدوية مع الأسف بتعمل دراج انتراكشن مع أدوية الضغط بتسبب زيادة في ضغط الدم وبتسبب زيادة في نسبة الجولوكوز في الدم لذلك انه مش لازم المريض هو يهمل أو كمان ان هو يصرف على كيف والعلاج لازم يرجع للطبيب المختص المتابع هذه معلومة خطيرة جدا يعني مسألة الاهتمام للأدوية اللي تأخذ في حال تداخل الأمراض والعلاجات طبعا الغذاء مهم الأدوية جدا 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 لازم يراجع الطبيب المختص أشياء بسيطة جدا لكن قد تكون قاتلة صحيح يعني فعلا معلومات كتير مهمة ونصائح قيمة دكتور ميسون ثابت أخصائيات علم الأدوية وصحة الإسراء متشكري كتير لوجودك معنا لهذا اليوم ونتمنى مع بداية فصل الشيطة ما حدا يمرض بالفعل ويأخذ بهاي النصائح وكل عام وأنتم بخير كل الصيارة أكيد وأنتم بألف خير شكرا لكم شكرا على الاستضافة اشتركوا في القناة